وجه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحرص على أن يتكمل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الجهود الحالية لتطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة جاء ذلك خلال اجتماعاً لسيد الرئيس مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي اجتماع آخر مع مدير عام جهاز مشروع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الجهاز لسيما في مجال تنمية الثروة السمكية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السماكية والأحياء المائية حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لسيما في مجال تنمية الثروة السماكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة